كتير بنسمى عن أشكال من اختراقات للموبايل واللابتوب بطرق مختلفة خصوصا في أجهزة الأندرويد بس من فترة كده بدأ يتردد بصورة كبيرة مسمى اسمه اختراق كاميرا الموبايل في هذه الأجهزة بطرق متعددة وتقنيات مليانة بالتلاعب إزاي ناخد بالنا من هذه العملية الاختراقية في أجهزة نصائح وأقائية حنستعرضها دلوقتي من ضفنا اللي نورنا في الستوديو نورنا يا باشواندس باشواندس محمد الحرثي استشاري تكنولوجيا المعلومات أهلا بحركوا صباح الخير على حضراتكم وأستاذ مشاهدين إيه قصة إن كاميرا جهاز الكمبيوتر أو التليفون يقدروا يرقبونا وإيه الحكاية دي وفي ناس بتدت تحط ستيكر على كاميرا اللابتوب علشان تبقى حسن نافق من أكتر مظبوط يعني حتى الإجراء البسيط اللي حركوا لتيه لوقتي ده إجراء يعني حتى يعني إن إحنا لا نسق في أي جهاز سواء جهاز الموبايل جهاز اللابتوب طالما هو متصل بشبكة الإنترنت ليه لأن الإختراق الأجهزة الشخصية شيء بقى يعني من سمة التطور وبقى من سمة الوفقة لتطور التكنولوجي والاعتماد على يعني خلاص إحنا منعتمد على الموبايل 24 ساعة كل أعمالنا جوز كبير منه على الموبايل أو جهاز اللابتوب طيب هنا إيه اللي بيحصل؟ الموضوع ما لديه علاقة بس بالكامير ليه علاقة إن لو تم اختراق الجهاز الشخصي قد يحصل تحكم عن بعد في هذا الجهاز يعني يتحكم عن بعد إن أنا أقدر أوصل لبعض البيانات بعض الصور بعض المعلومات أقدر أتصفح بعض المحادثات في بعض التطبيقات أقدر إن أنا أوصل للكامير طيب يعني عشان لبسط للسادة مشاهدين في بعض التطبيقات لما بتيجي تنزل على الموبايل بنلاقي إن هي واخد خاصية سماح لي الكاميرا لأنها تشتغل كلهم وأغلبهم دلوقتي يعني في بعض التطبيقات بيدخل الجاليري وبيدخل شوف الكاميرا لكن في تطبيقات مش بتحتاج إنها توصل لي حتى إحنا بنقول لما تطبيق إبا مش محتاج يوصل للكاميرا فليه موجود في الخاصية الخاصة بين هو سماح لي تشغيل الكاميرا نخيف بقى يعني دي نوعيات دي من التطبيقات لازم أبقى بس بأخد وقت كده راجع التطبيق دي أنا محتاج أنزله لي على الموبايل وعايز أعمل بإيه وهون محتاج يوصل ليه يعني بعض التطبيقات بتقول إن أنا عايز أوصل لي الكونتاكت لست أو قيمة الاتصال اللي عندي مع إن هذا التطبيق أنا مش محتاج إن هو يوصل لقيمة الاتصال أعمل إيدت مثلا على صور فأنت عايز الكونتاكت لليه فبالتالي هو البرنامج ده عايز ياخد أو يستدعي بيانات من الجهاز طيب ده دي نوعية من التطبيقات نحن لازم ناخد بنا منها طيب ايه اللي بيحصل بقى مشكلة كبيرة جدا وقد تصل الى يعني اكتر من 70% من الاختراقات الهاتف المحمول بتوصل لان احنا طول الوقت على السوشيال ميديا وطول الوقت على الواتساب بيجينا رسائل بنشوف اعلانات مزيفة بنشوف يعني جملة وصورة وبتخليها تجتزبنا ان احنا ندخل على رابط معين مجرد ندخولي على الرابط ده ان انا كده حصل اتصال ما بيني وبين طرف اخر قادر ان هو يبقى فيه تطبيقات ضرة تنزل على الموبايل بتاعي من غير ما اعرف يعني نلاقي بعض المستخدمين يقولوا ان الموبايل بتاعي انا فيه تطبيق على الموبايل انا الحقيقة ما نزلتوش او يعني لقيته على الموبايل بتاعي والخصائص الخاصة بالتطبيق ده هلاقي انه هو ااخد كل خصائص اللي ممكن يعني يتحكم في الموبايل تماما نزل على الموبايل وخد كل الصلاحية الحمال وحرك ما تعرفش وفيه سؤال دايما هو انا عرف ان انا مخترق او لا الاجابة دايما بتاعتي بتبقى صادمة لا يعني فيه تس بتقول الموبايل بيسخن الموبايل بيهنج يعني ده ده مالوش علاقة بالموضوع يعني مش ده معناها ان الموبايل بتاعي مخترق ولكن احنا دائما بنقول لي قاعدة عامة لو انا حسيت الموبايل بتاعي او دست على اي رابط بدون حتى يعني غزبا عني على مناصر التواصل الاجتماعي او جايلي في رسالة واتساب او مسانجر او خلافه ارجع الشيء لاصله اعمل يعني ضبط مصنع للموبايل بالكامل يعني مخرجس منه على طول ده الحل احنا بنجل نخرج منه على طول وخاصبا كده خارجت وعمل اللوج بتاع الموبايل وفيه مشكلة تانية فيه بعض الروابط الخبيب بدخل على مثلا انزل تورنت او يعني او انزل افلام اللي احنا بنقول لي يعني ده يعتبر نوع من الصرقة يعني اللي هو ان انا اخد فيلم مثلا وانزله من موقع اخر الاقي يعني عشان نزل فيلم ده من موقع اخر يوديني مثلا يفتح تلات مواقع ولاقي دخلت في كم من الروابط انا ما بقيتش عارف ارجع لي الروابط الاصلي وانا بعمل كده في المرحلة دي قد ان انا خلاص اه بقى تم تصيودي او تم يعني زي ما احنا بنقول ان تم اختراق الموبايل بشكل مال الاختراق يعني نوعية ولكن هو الهدف من الاختراق ايه حكتين يا سبايوير يعني انا عايز اعمل برنامج تجسس على الموبايل او تجسس على ايه اللي انت بتعمله على الموبايل او ان انا اخد بعض البيانات يعني اخد بيانات صور موجودة على الموبايل وخلافه دايما في سؤال يقول هو انا بياناتي مهمة او طبعا بيانات اي شخص مهم ولذلك حتى خلينا اقول لحالك بعض المنصات اللي هي يعني زي مش وقت مواقع كده بسيطة حالك لما بتيجي دخل الايميل او الموبايل يقدر يبحث هل فيه اي تسريب موجود في الداركويت بس ده ده منصات بسيطة للاستخدام البسيط ولكن هناك ادوات للبحث في الانترنت المظلم عشان ادور على التسريب ده حصل ولا بس دي انا بقصد انها ممكن مستخدمين عاديين يجربوا هل الايميل بتاعي فيه اي تسريب ليه الرقم الموبايل بتاعي فيه اي موقع الرقم الموبايل ده مكتوب في اي موقع من مواقع الانترنت ده منطور في كل الموقع الانترنت والايميلز مليانة اعلانات من المحلات واعلانات من حاجات مهيش بتبقى بيانات شديدة الاهمية بالنسبة لصاحب الموبايل حضرتك بتقول ان بيانات اي شخص بتكون مهمة على الاساس ايه بتبقى مهمة لو هي مجرد اعلانات من مواقع تسوق مختلفة او ايميل المدرسة بيقول يلا هاتوا المصاريف او حاجة زي كده يعني هقول لحريك حاجة مثلا في حاجة وهجاوب بحضرتك بس في حاجة وانا بدخل بشتري اي حاجة فبيطلب مني بقول لي ممكن رقم تليفونك عشان ارسل لك اعلان من اي محل تجاري او سوبر ماركت حتى هل انا واثق في ان انا ما بسيب رقم تليفوني عنده هل انا واثق ان ما يحصلش تسريب ارقام التليفوني دي لاطراف اخرى بيحصل وده جزء كبير جدا من ارقام التليفوني اللي بيتم تسريبها بشكل ما المعلومات اللي مهمة قد يكون ان انا لما بخترق موبايل حضرتك بستدعي بعض البيانات او صور وقد ان انا ابتز بيها حضرتك فيما بعد مظبوط او ان انا قدرت اخترق كم كبير من الاجهزة فمعلوماتي انا الوحيدة مش مهمة لكن ربط معلوماتي بحضرتك مجموعة البيانات الكثيفة عندي قاعدة بيانات كبيرة لو انا عملت تحليل لهذه البيانات اعرف سلوك لو انا مثلا في مسبيرو اخترقت بعض الاجهزة فعرفت في النطاق ده بيعملوا ايه سلوكهم ايه فهكذا فأصوت حسب بقى يعني انا بدي مثال فبالتالي البيان الوحده ليس ذات اهمية لكن لما اخد بيانات كتير وابدأ اشتغل عليها يعني هتبقى مهمة للشخص اللي بيخترق بعض الاجهزة طيب تمام بما انيا بنتكلم دلوقتي عن اختراق الكاميرا الخاصة بالموبايل او باللابتوب لو انا قاعد بعمل شغلي على اللابتوب ومش فاتح الكاميرا هل من الممكن انه يتم اختراقها؟ طالما متصل بشبكة الانترنت متصل بشبكة الانترنت بس ما دستش على لينكات او ما توصلتش مع احد هناك اساليب كثيرة جدا للاختراقات يعني قد اتصل ان انا هقول لها رأيك مثال قد ان انا بموجود في مول تجاري وفي شبكة معروفة كده اللي اسمها فري واي فاي او فري مول باسم المول وكذا اتصالي بالشبكة زكي حمدان صح دايما ما تصلش باي شبكة عامة في اي مكان لان انا ما دستش على روابط انا دخلت على الانترنت اللي في المكان هنا اللي بيحصل قد يكون انا كمحامل يعني حرك لو عملتوا الوقتي كتجربة انا عامل شبكة فترادية وانا قيعد ودي بديها امثلة لي يعني لما بديجي ننقل خبرة لأي حد فري واي فاي عامل هوتسبوت كده ان فري واي فاي حرك دخلت على الشبكة هي دي الشبكة دي مش بتاعت المكان يعني شبكة انا مزيفة عملتها باسم المكان يعني انا دخل حركة في مول تجاري انا عملت شبكة فترادية باسم المول تجاري حركة بتسكان لقيت شبكة باسم المول تجاري وما فيهاش اي بس وذا فيش اي حاجة حركة مقرد ما تتغط دخلت على الشبكة دخول حركة على الشبكة ده وفيه شخص مسميه من انزا ميدل هو شخص في النص هو ده اللي قاعد عامل الشبكة الافترادية وبيبدأ عشان اجهزة لما تتصل به يبدأ كده عمل اكسس على الاجهزة اللي تصل به ببعض الادوات المختلفة فبالتالي مش لازم الروابط فقط ده بالعكس حركة اساليب الاختراقات بقت كثيرة جدا حسنا يمكن بنقول في كمان ذل الزكاء الاصطناعي بقى فعلا فكرة الاستياد الاكتروني فكرة الفيشنج فكرة حتى الهندسة الاجتماعية نسميها سوشيال انجينيرينج ان انا اقدر اعرف سلوك حضرتك بتعمل ايه على الانترنت سوى على السوشيال ميديا وابدأ ان انا ابدأ اعمل حضرتك صداقة افتراضية وعلاقة افتراضية على احدى منصات توصل الاجتماعي بحيث اكتزب حضرتك وتبدأ فيه علاقة تنشئ افتراضية كده وتصق فيه فبتبدأ من هنا فكرة بعد كأن نقلك لفكرة التصايد او الاستياد الالتروني فمراحل يعني الاحتيال مراحل الاختراق مراحل اللي انا اقدر فيها اوصل لجهاز حضرتك مختلف الراوتر الموجود في البيت حركة راوتر فيه اجهزة متصلة كاميرات في البيت متصلة بجهاز الراوتر خطأ كبير جدا بيقع فيه كتير ان انا جيبي الراوتر من مقدم الخدمة ووصلوا بالخلاص حطيت الخط تليفون ومغيرتش اليوزر نيم والباسورد الاساسي اللي موجود على الراوتر انا شاء خلاص لقطت انترنت فكده الراوتر بيفضل بالسنين بكذا طيب ما ده نقطة ضعف طول السنين دي انا متشاف من الكاميرات اللي انا حطيتها في البيت لو انا وقف تحت بيت حضرتك بشغل اسكانر بيدور على الراوترات اللي فيها ويك باسورد او يعني اليوزر نيم والباسورد ضعيفة او ما فيش اعدادات امان فبالتالي اقدر ان انا اوصل للراوتر لو وصلت للراوتر او بوصلت لايه لمعظم الاجهزة اللي موجودة او مرتبطة بالراوتر اللي موجود في البيت او في المكتب لان الخصوصية مش خصية فرض حضرتك بتنتقل بموبايلك وبالاجهزة البتصلة لمكان عملك واحيانا من اهداف المخترقين انه يوصل لحضرتك ودي بنشوفها في الهندسة الاجتماعية يوصل لحضرتك عشان حضرتك موجود في مؤسسة او مكان معين فبالتالي حضرتك موجود 8 ساعات في المؤسسة اقدر طالما اخترقت الجهاز الخاص بحضرتك بشكل ما اقدر اوصل للمؤسس لان حركة ممكن تتوصل جهازك بالشبكة بتاعت المؤسس الانترنت او الشبكة الداخلية اللي هو كان صعب يوصل لها شبكة داخلية مش شبكة الانترنت شبكة داخلية مؤمنة تبقى انت السبب في طورية المؤسسة كمان اه واخترق خصوصياتك هناك من درائم خلقات كثيرة جدا لان في قاعدة الاساسية في الامن السيبراني ان اضعف نقطة هي العنصر البشري وليس الاجهزة ومنظومة التكنولوجيا لا فيش حاجة اسمها فري واي فاي بياناتك هي في مقابل ولا في واي فاي ولا باسم المول ولا باسم قاعدة كده عامة هتدفع التمل حتى وان كان من بياناتك او من خصوصيتك في اي مكان تجاري قبل كده كنا ممكن بنقول ده بيحصل وكنا بنعمل كده لكن الامور اتغيرت اللعبة اتغيرت يعني بنقول ايه الاختراقات بقت كثيرة جدا جدا فخلاص بقت قاعدة عامة انا ما اتصلش بأي شبكة غير مؤمنة او انا معرفهاش طيب فيه ناس كتير قوي لما بتبقى خايفة من الموضوع ده بتبتدي تدور على الويب سايتس المختلفة وتنزل برامج لتأمين نفسها بعض الاحيان بيكون البرامج دي هالفيروس في حد ذاته او هو الهاكر في حد ذاته 90% كل التطبيقات المجانية اللي فيش تطبيقات تؤمن الموبايل الخاص بتاعته مجانية يعني في بعض التطبيقات المشهورة كميات من الاعلانات بس انا عارف ان انا مش هقدر اذكر اسامي ولكن هناك تطبيقات عالمية يعني اشهر ستة تطبيقات اقدر ان انا انزلهم على الموبايل ولكن قد يكون قيمتهم مش يعني يستطيع ده جزء كويس جدا ان انا اكون عندي هذه التطبيقات على الموبايل لو انا قادر على ان انا اشترك فيها واستخدامها اه لكن لو هي عندي التطبيقات دي اه دي رحمي نفسي لو قدرت ان انا اشتريها اه تحمي نفسك برضو احنا متفقين على قعد لو انا قلت لحضرتك ان موبايل مؤمن 100% فحرك لا تصق في كلامي لا يوجد شيء على كوكب الارض مؤمن 100% ولكن انا بعمل ايه بنسبة انا في بيتي سايب مفيش باب على الشقة فقفلت باب ادي خطوة طب ركبت باب حديد ادي خطوة حطيت كاميرات مرأب ادي خطوة فعناصر التأمين هي عملية مستمرة ولكن ابسط حاجة للمستخدمين هذه التطبيقات مهمة ولكن لمن يستطيع طبعا الاشتراك فيها لو ما عنديش القدرة يبقى احنا زي ما قلت حضراتكو كده نراجع التطبيقات اللي عندنا مفيش حاجة اسمها روابط مفيش حاجة اسمها سيب تليفوني واحد بعد بخلصت معاملة تجارية يطلب رقم حضرتك انا عارف ان القطاعات التجارية قد تزعل لكن الواقع بيقول ان رقم تليفوني لما بسيبه عند عنصر اخر قد يكون ان هو يتصرف حاجة تانية لا ازق على منصات تواصل اجتماعي لايه اعلان فسجل معانا عشان لو سجلت بدري هتاخد نقاط او هتاخد خصومات او هكذا موضوع ان انا ادخل على اي منصة واخد معلومات بيانات ولا ايه مرة واحدة ولا جالي خاص ولا حد بعث لي رسالة ولا ايه حاجة او كل الموضوع ان انا اخذت بيانات وهنا كمان شغلته انه يجمع بيانات وهناك وعلى فكرة الفريسة انواح يعني ايه ده اللغة اللغة الحاكمة الوقتي في هذا ان انا جبت بيانات ومعلومات او قدرت اوصل بيانات ومعلومات قاعدة بيانات قاعدة بيانات دي ليها تمن في الدارك ويب في الانترنت الموضوع بتتبع وعليها مزادات وحسب نوع قاعدة البيانات وحسب لو في شخصيات حمية الاشخاص لو في شخصيات عامة صحيح ده بتتبع بمبالغ طائلة وهناك مزادات بتحصل يعني ده كلام بيحصل واحنا عاديين من الكلام فبالتالي زي ما بقول لحضراتكو بياني السؤال الاساسي المفهوم ما سألوش ان انا يعني انا مش شخص معروف ولا شخص هامل ايه بياني خدش هيتم بياناتي الاسمي ورقم تليفون هامل بحرك حاجة الوقت ولكن قد ان هو يبتزك فيما بعد قد ان ربنا يكرمك فيما بعد وتقبع يعني ناجح في شغلك ويضطق وييجي بعد كده يبتزك بهذه المعلومات اللي خادها من تليفون فبالتالي لازم اتبع يعني قاعدة اللي لمسميها زيرو تراست او ان انا سياسة الشخص الحريص لازم ابي حريص جواس جدا انا بعمل ايه في حياتي اليومية معايا تليفون باش ننسع الكاميرات بقى كاميرا على فكرة الحل ان انا قلزى استكرا على اللابتوب ده حل جميل جدا وكلنا بنعمل كده يعني ولا حد كبير على الاختراق عشان بس ببقول ان كل ناس قد تتعرض ولكن كاميرات اللي في البيوت دايما بدي نصيحة لاني بيحصل جرائم وتسريبات خطيرة من هذه مسألة منفعش اركب قد غورة في النوم كاميرات لازم يعني انا براكب كاميرات لي عشان وانا مش في البيت اتابع فيه كاميرات دلوقتي بتتشال من مكان اتحط في اي مكان انا مش موجود في البيت احط الكاميرات موجود في البيت اطفل الكاميرا او اشيل الكاميرا الحاجات ده جدا جدا وحاجة تانية ان انا اراجع التطبيقات اللي عندي دلوقتي لو انا دخلت على التطبيقات كل تطبيق لو دخلت يعني دخلت من الخصائص على التطبيق هلاقي ايه هو فاتح خاصية ايه المايكروفون المايك الاس في الكاميرا مفهوم طبعا اذا فيه تطبيقات زي ما حضرتك ذكرت لكن دي بمقابل مادي لكن على الاقل نفتد احنا نعمل اجراءات البسطة ونحافظ على نفسنا من الاختراق سواء من خلال كاميرا الموبايل او من كاميرا تلابتوب كله شكر حضرتك المهانس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات شكرا جزيلا شكرا جزيلا